اشتركوا في القناة عن علاجات للمناعة منحكي كيف ننقوى مناعتنا وخصوصي لما صار عندنا فيروس الكورونا قده كمان اليوم صاروا ناس مهتمين هل مظبوط بتضرب جهاز المناعة او لا رح نحكي اليوم بكل التفاصيل رح نحكي كمان عن امراض المناعة اللي اكتر شي معروفة وعلاجاتها بدي بلش بالبداية انه نعرف شوي عن المناعة شو هي هل هي بتخلق مع الانسان وبتضل هيك الحياتنا او هي فيها تكون مكتسبة تقوى وبتخف مع العمر او حسب الظروف اكيد المناعة عنا نوعين مناعة عنا المناعة الفطرية يلي هي بتخلق مع الانسان وهي المناعة البداية الفطرية وعنا المناعة الاكتر دقة هي المناعة المكتسبة يلي بتصير مع اللقاحات ومع الفايتامينز كمان مع الردات فاعل جهاز المناعة على الامراض اللي بيتعرض له حتى يمكن نظام الاكل ببعض الاحيان ونظام الحياة بين النوم والاكل اكيد 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 ولما منحكي عن مرض مناعة منحكي بخلل خلل بيصيب جهاز المناعة ان كان هالمناعة الفطرية او المناعة المكتسبة وهالخلل فيكون بالنقصان او بالافراط بحركة جهاز المناعة وهالخلل بيكون جراء فيروس معين مرض معين او ممكن يكون هو جينيا هيك لحب يصير يعني اجباري محتم نحنا عنا نوعين خلل مثل ما قلنا بالنقصان فيكون خلل جيني مثل بعطي مثل مرض نقصان جاما جلوبيلين الدم يلي هو مرض جيني بطال مناعة الجسم وبيقلل من ردة فاعل او الادراع على ردة فاعل جسمنا ضد العدوى نعم وهذا الشي بيظهر من خلال التهابات متكررة بالجسم يعني بيضوى من ضوى عليه من خلال وجود عند الشخص التهابات متكررة التهابات بشو؟ التهابات ان كانت التهابات بول ان كانت التهابات بطال جهاز التنفسة وإلى آخرها أكتر من نوع التهاب عم نشوف هون بهالسلايد محطوط ألرجيز شو قصة الألرجيز والمناعة؟ هلأ إذا بدنا نفتح علينا الحسسية ما منعود نخلص هي المناعة بتسبب الحسسية أو الحسسية هي بتضر المناعة؟ هي عنا بأنواع الإفراط بجهاز المناعة عنا ثلاث أقصام مثل ما حكينا أول شيء أول فئة هي النقصان بالمناعة وتاني فئة بيكون فيه إفراط بحركة جهاز المناعة بس مش يعني بيقوته بشدد يعني رد يتفعل بيصير يحارب حاله بحاله وهالإفراط بجهاز المناعة هي ثلاث أقصام أو أمراض المناعة الالتهابية الأوتوانفلاماتوري ديزيز مثل حمال بحر الأبيض المتوسط مثل مرض الكرون ديزيز الشائع بمجتمعاتنا أو أمراض المناعة الزيتية اللي بحب هلأ فسرها مباشرة بعد دقيقة أو الأوليرجيز مثل ما سألتيني حضرتك اللي هي أمراض الحسسية واللي هي كتير متكررة ومتعددة وشائعة نعم يعني هي نوع من الإفراط بجهاز المناعة الأوليرجيز نوع من أمراض المناعة بالإفراط الأوتوانفلاماتوري ديزيز اللي بديك تفصليهم هنا عبارة عن شو أيهم أكتر شي معروفين وكيف منقدر نعرف نعالج وخيره أكيد الأوتوانفلاماتوري ديزيز يعملوا معروف هن مقصمين لقصمين كبار أو بيطالوا عضو واحد من الجسم نحكي مثلا إذا طالوا الجهاز العصبي مثل متعليزة مثل يعني تصلوا بالويحي أو مثلا فيهم يطالوا الجلدة مثل مرض البهاء أو مرض التعلبة الفيتيليغو الألوبيسي أريتا أو فيهم يطالوا الغدة الدرقية الكبد أمراض الجهاز الهضمي بيكون اسمهم أورغن سبيسيفيك أوتو إيميون ديزيز بينما عندنا الأمراض الأصعب تشخيصها وهي المالتي سيستم أوتو إيميون ديزيز وهن أسمان كبار الكونكتف تيشو ديزيز والفاسكولايتس يعني هن أمراض الالتهاب بالريماتيزم الدم خصوصي مثلا مثل الريماتييد أرترايتس مثل ما راح نشوف على الشاشة نعم الريماتييد أرترايتس هو نوع من كونكتف تيشو ديزيز هو التهاب مفصلة بيؤدي لتورم وتصلب بالشرايين وبحد من الحركة فيها كما وأنه بيضرب أعضاء أخرى مثل الكبد مثل الكلا مثل الجلدة طفرات جلدية غير مفسرة وعننا كمان التهابات الأوعية الدموية راح نشوفها كمانا الفاسكولايتس راح أعطي مثل فيها مرض البهجة واللي هو شائع بمجتمعنا واللي بيظهر من خلال تقرحات بالفم متكررة مرض البهجة متل ما عم نشوف على الشاشة تقرحات بالأعضاء التناسلية بالكولون كمانا منشوفها من خلال طفرات جلدية ومن خلال التهابات بالعينين نعم هالأمراض هيدا نحنا كيف منقدر نعرف أنه هي بلشت وإجمالا بأي عمر بتبلش تظهر هلا بالنسبة للعمر مثل ما قلنا إذا كانت أمراض مناعة جينية راح تظهر على عمر صغير وإذا كانت أمراض مناعة مكتسبة أكتر راح تظهر أكتر على عمر أكبر هلا كيف من بتم تشخيصها لهيد الأمراض تشخيص هيدا الأمراض بيصير أول شي من خلال جمع العوارد يلي منشوفها يلي منجمعها لنقدر نوصل لتشخيص أولي وهالعوارد هي خاصة عوارد عامة وفي منها عوارد أكثر دقة العوارد العامة بنعني فيها الحرارة يلي هي بتعكس ردة فعل جهز المناعة عنا ورنب المفاصل الأرترايتس عنا أوجاع المفاصل العامة عنا كمان الصدع خسران الوزن تكسير الجسم هيدا كلها عوارد عامة كما وأنه عنا عوارد أكثر دقة مثلا وجود الدم بالبول الدم بالخروج إسهيل مفرد تقرحات بالتم أو بالجهز الهضمة أو بالأعضاء التناسلية وفينا نشوف كمانا أنا شافين بالحلق مثل بمتا مثل بمراديدو جوغرن يعني وغيرها من الأمراض زيادة إلى هيدا العوارد فيه فحوصات مخبرية منلجأ لإله كرميل نشوف كرميل نوصل لتشخيص أولي مننبش على الفيتاس على السي أربي على الأن أهودي كلها فحوصات على المضادات وفينا أوقات نستعين كمان بالصور الشعيعية لتساعدنا لنوصل لتشخيص مرض مناعي دكتور جمالا الأمراض المناعية لما بتبلش هي ما بتعد تتوقف يعني بدها دغري علاج يعني عم بقول أنه هي ما بتجي فترة زمنية قصيرة وبتروح مش مثل مثلا لما منعمل غريب أو لما منعمل التهاب بالإمعاء أو غيره يعني هنا يمكن أكتر إشارة ممكن تبين للأشخاص أنه عندهم مرض مناعي هي أنه عم تكمل ما بتتوقف صح؟ أكيد أو بتجي بوسي وبتخف مرض المناع في يجي بطريقتين في يجي تدريجيا يعني منصير شوي شوي نقدر نكتشف تشخيص المناعة شوي شوي من خلال تتالي العوارد ومنصير نجمعها مثل موزاييك تنوصل لتشخيص نهائي أو فيها تجي بوسي مثل بسكليروز أم بلاك مثل بالجيام باري تجي بوسي أو تجي مضاعفة لجهاز المناعة وهي يكون بهالطريقة نحنا حددنا التشخيص يعني وصلنا لتشخيص مناعي لما منعرف شو الموضوع ومبلش العلاجات هل ممكن يشفى شخص أو هي علاجات كرونيك عمد الحياة؟ بالإجمال هي علاجات كرونيك لأنه هي بتعني جهاز المناعة بس صار عندنا كتير هلأ علاجات متطورة يعني وكمانا بالعلاجات عنا تراتوبية يعني منبلش بعلاج إذا ما مش الحال في عنا إمكانية أنه ننقل لعلاج تاني وحاليا بعصرنا الحال صار عندنا علاجات عم تعطي فعالية ممتازة يعني بترجع بتحسي بتجمد هالجهاز هيدا ما بتخليه خاربي أكيد بتجمده بس كمانا بحب شدد أنه المتابعة هي جدا ضرورية وهون بحب إلفت النظر أنه المتابعة هي مهمة كتير لثلاث أسباب أولا كرميل نشوف فعالية العلاج ثانيا كرميل نرصد المضاعفات وثالثا كرميل نشوف إذا ردة فعل الأدوية على جسمنا لأنه نحن نعرف كتير أنه أدوية المناعة تعطي ردة فعل على جسمنا وفيها تأثر عليها فيها مثلا تعمل ردة فعل على الكبت فيها تأزي الأمعاء فيها تعمل ردة فعل عديدة فيها تعمل أوقات نزيف بدنا نحن انتباعها تقدي على تغيرات بفحص الدم لازم انتباعها وأنا كتير بهمني بدي أعطي مثل أوقاتي كتير بالمتابعة عندنا مثلا بمرض التصلب الجلدي يلي هو سكليروديرميا هو تصلب الجلد بيسيب الجلد وهيدا شائع كمان بمجتمعنا وكتير دقيق تشخيصه بيصير عندنا مضاعفات بتصيب عضلة القلب وهون كتير مهم نضوي عليها كما وأنه بتصيب بريسيون بلمونير أرتريال يعني البلمونيري أرتري بريشر ضغط الرئوي وهون لازم كتير مهم أنه نرصد هالمضاعفات من الأول وننبش نحن عليها كرميل ما يوصل لمطرح المريض ويصير هالمضاعفات يعني بتصير المضاعفات هي المشكلة هي المشكلة أكتر من المرض هي بتأدي لوفاته أوقات يعني أوقات كتيرة دكتور الحياة بتكمل عادة لما بيكون عنا مرض مناعي يعني نحن بنعرف يمكن أكتر شيء سكليروس أم بلاك أو باهجات باهزات ما بعرف شو اسمها يعني ما بعرف كيف اليوم وصلت العلاجات أنه تخلي الشخص يعيش بأي طريقة بأي نوعية حياة بيقدروا يكملوا حياة يتجوزوا يصير عندهم أولاد هل بتنتقل هالأمراض بالويراثة يعني هلأ أسبابها للأمراض ما عندها سبب معين فيها تكون ويراثية مثل ما قلنا فيها تكون خاصة بالفاكتور أورمونو فاكتور أمفيرونمونتو يعني بالأرمونات بالبيئة بالبيئة إلى أعراض يعني أسباب كتيرة بس الإنسان إذا كان متابع مظبوط ومشخص مظبوط وعم بياخد علاجاته بطريقة ومتابعته مظبوطة بشدد على المتابعة مرة تانية أكيد في عيش حياة طبيعية بتبقى عنا مشكلة المضاعفات هون لازم قد ما فينا نجرب نحد مننا وقد ما فينا ما نخليها تأثرنا على حياتنا اليومية واو دكتور المعقولة مظبوط أنه يكون السترس هو محرك أو هو تريجر يعني لحتى يبلش الشخص يعمل مشكلة أو مرض مناعي بيقولوا أوقات يمكن شوك معين بيقولوا أوقات سترس دائم بيدر جهاز المناعة وعن جد بيقدر يعمل له مشكلة السترس له عليقة كتير كبيرة بتخفيف المناعة كتير بيأثر السترس على المناعة بيخلي منعتنا تخف وكما وأنه قلة النوم كمانا كلهم على بعضهم قلة الحركة قلة النوم السترس بيخففوا من المناعة ليش؟ لأنه بيخففوا من الإفرازات المضادات يلي هي بالعادة بتحمينا وهي بالعادة بتخلي منعتنا قوية يعني بتخلين عنا رادع ضد أي تريجر منتعرض له نحنا فالسترس أكيد بيأثر كتير وبيخفض من مناعتنا يعني نحن ببنان كلنا عنا أمراء مناعية أكيد ما حتى نظامت يعني دكتور لكن نحن كلايف ستايل كيف منقدر نحن نساعد حالنا أنه يضل ضل منعتنا عالية شو الإشاء اللي لازم نتفديها وشو الإشاء اللي لازم نزيدها يمكن كمان سؤال بهالمجال إذا عم نحكي عن إشياء مكتسبة يمكن أو بيئية لولاد منشان هيك بيعطوهم هالقدة فيتامينات أو بيهتموا على الأد بنوع التغذية وطريقة التغذية وكمية التغذية يعني هون يقلون عليها أكيد كرمال لنقوة منعتنا كرمال لنقوة منعتنا أول نصيحة بنصحة للجميع مثل ما عم تشوفه على وجه الضحك أحلى شيء أن الواحد يضحك من هيد من أول ما فات اليوم لعنا على الستوديو فاتت البوزيتف أنرجي معك سمع الله عليك ميرسي أكتر شيء أهم شيء الضحك وأهم شيء مثل ما ذكرنا الرياضة ونشرب مي منيح نكون عم نعمل هايدريشن لجسمنا نكون عم نعمل نخفف قد ما فينا سترس مع أنه بعرف أنه بمجتمعاتنا هذا الشيء جدا صعب ومثل ما سألتني حضرتك أكيد في نظام خذائق كتير مهم لازم نتبعه فينا نكتر من أنواع الأكل يلي هي ممكن تساعدنا لنقوة منعتنا ويلي فيها مضادات وفيها أنواع بتساعد على الأكسدة وفيها الفيتامين A, C and E يلي بتساعدنا أنه نقوة منعتنا مثل مثلا الشاي الأخضر الكركم يلي فيها الكركمين الطوم يلي فيه مادة الأليسين يلي بقويلنا منعتنا الجنجر هايده كمانا من الدايت يلي بقويلنا منعتنا اللبن بيشتغل على الميكروبيوم في البروبيوتكس بيكتر الأكسدة مواد الأكسدة وبقويلنا منعتنا دونك هودة كل لون فينا نستعملون نحنا ونكون عم نكتر من لون كلمانا نأول منعتنا اليوم الدايت على أنواعه منتشر بين الناس بين كيتو دايت بين بروتين كاربز وكل هالأصص بدي نحكي شوية عن هالموضوع إذا ممكن يكون عن جد عم بيناقص أصص من جسمنا بس عندي اتصال قبل ألو ألو عندي اتصال ألو 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 ما عم بقدر أخد الاتصال هم تلاقي اتصال تكون عن 0464 عنا بعد يمكن دقيقتين إذا حدا بيحب يسأل السؤال الدكتور كنا عم نحكي شوية عن دايت يعني اليوم في ناس بيفوتوا عفوهم بقصص الدايت حتى بكترو سبور زيادة عن الزوم يمكن هلالشي ممكن يدور جهاز مناعتنا كل شي زاد بالمعنى نقص يعني هيدا الجواب المتوقع بس أنه أكيد الرياضة هي جدا مهمة كإفرازات أرمونية كمضادات أكسدي مثل ما قلنا كردة فاعل جهاز المناعة رح تكون متحسنة على الرياضة وأكيد الدايت كمانا ما بدنا نعمل دايت نكون عم نخسر فيه فيتامينز بالعكس بدنا نعمل دايت يكون عم يكون منتظم تيكون عندنا البيتامينز بجسمنا يعني ما بدنا نخسر كمانا بالضايت تبعنا قوة جهاز المناعة قبل ما نختم دكتور الكوفيد مظبوط بيأثر على جهاز المناعة يعني حتى في ناس بيقولوا أنه بيرجع بعيد أمراض كانت موجودة بيرجع الجسم بيطعب بيرجع بيصير يمرض كتير من بعد الكوفيد والبوست كوفيد قبل ما تجابيني بس كمان حبي أخد اتصال ألو ألو بونجور يا هلا تفضلي أنا بنتي صار هلا عمرة 18 سنة نعم هي وعمرة 13 من وقتها هي حبتها نعمة صغيرة بدل بعملها تحاليل بيقولولي ساعة بيكون عندها شيء بفقر بمشيء فهلا بدلها يعني عندها هي أكلة قليل وعم بدل إخدعها حكمها وبيعملها البيطانيين عندها عندها مشاكل بفحوصاتها هلا من فترة صار عندها ريئان تعبت كتير كان 3000 قال لي إنه بالتحاليل وهو بيقوله ماكسموم 50 شو هو شو اللي فيه مشكلة آلو شو المشكلة اللي بيانيت هلا طلب لأ آخر شي دكتور زهاز هادني الكورتيزول أوكي بس شو المشكلة اللي بيانيت بالفحوص عندها كتير ريئان وبيدل عندها هيك حيطات حال وفقدام أوكي لحنجرب نجاوب سريعا قبل ما نخطوم الريئان ما بعرف بس بالأجمال فيه مشكلة يعني إذا حدنا أكيد إذا إذا عندها فقر بالدم وعندها مثل ما قالت أنه هلا ما فهمت سؤالها بصراحة بس أكيد فقر الدم ما سمعنا مضبوط بس أكيد فقر الدم وإذا كان عندها مشكلة بالجهاز الهضمي أكيد من العلاجات اللي منعطيها هي العلاجات بالكورتيزون بس أكيد كتير مهمة مدام المتابعة أني كتتابعي مع أخصائي الجهاز الهضمي لأن العلاجات بالكورتيزون هي أحد علاجات المناعة وفقر الدم هو كمان من العوارد اللي منشوفها كتير بأمراض المناعة دكتور كريستال فريم رح نتابع حديثنا بدأ أخذها في كتير صغيرة ونرجع نرجع لحديثنا بفقر الدم مع دكتور كريستال جرجس فريم اختصاصية الطب داخل وعلم المناعة السريرية موضوعنا عن اليوم لليوم هو أمراض المناعة حكينا عن الأمراض الشائعة الأمراض الكبيرة حكينا أيضا كيف نقدر نحن نهتم بمناعتنا من خلال حياة صحية أكل نوم نقلل من السرس نتضحك مثل ما قلتنا نشرب ما يمنح ونعمل رياضة ولكن إلا ما بيكون فيه أصص هيك ممكن تأثر علينا وكنت عم بسألك عن الكوفيد هل هو فيروس ممكن يضر بالجهزة المناعة وليه هالبوست كوفيد سيمتمز هالقدة عم بيكونوا مزعجين الكوفيد أكيد أكيد بيأثر على جهاز المناعة بالنهاية الكوفيد هو فيروس هو بيحرك لنا مناعتنا ونحن بنعرف أنه العوارد مثل الحرارة مثل تكسير بالجسم مثل عوارد الأنف والأذن والحنجرة اللي عم نعاني منها واللي منعاني منها خصوصي كمان عوارد تلايف الرئوة عوارد السعر اللي تلاكسيجين وغيره اللي تلاكسيجين والمشكلة بالكوفيد أنه بيحرك لنا المناعة مع الطعومات واللقاحات اللي عم ناخدها بيحرك كمان المناعة المكتسبة يعني هذا شيء مهم وهذا شيء إيجابي أنه نحن عم نكون عم تتحرك الجهاز المناعة الفطر الأساسي وجهاز المناعة المكتسبة والكوفيد فيه كمان يحرك إذا مريض عنده أساساً أمراض مناعة من قبل إن كان مرض البهجات مرض الالتهاب الرئوماتيزم المفصلة فيه كمان الكوفيد يكون تريجر لبوسي أو لرد تفاعل على هالموضوع يعني يرجع بتنزل شوي المناعة بيهب المرض من ورها الفيروس يعني بيكون هو تريجر خفض للمناعة الكنسر ممكن كمان يرجع ينقاد من بعد الكوفيد؟ مرض السرطان إذا كان شخص عنده قبل معقول يرجع يحركه هلأ الدراسات هلأ عم بيعملوها بعدنا عم نعمل الدراسات بس كله وارد يعني ما منستبعد لعملوه يعني طالما عم بيدق بجهاز المناعة أو يحركوا أو يخربتوا لفترة زمنية ولو كانت أثيرة معناتها ممكن يكون الإنسان عرضه لكل شي مية بالمية مية بالمية هيدا شي كتير منزبوط والالرجيز تحديداً أكيد بس الالرجيز هي فئة كتير متشاعبة ومن أبداً يعني عن جد بدت تحديد بدت حلقة تانية شو رأيك؟ إذا الله راد دكتور كريستال جرس فريم شكراً كتير لأليك شكراً لهذه التوضيحات وأهم شيء دايماً نختم بطريقة الوقاية وبطريقة الحياة السليمة والصحية أكيد أهلاً وسهلاً فيك رح ناخد بريك ومنرجع شكراً للمشاهدة